ونحن عمنا تعاون ليستهن به مع ألمانيا وكذلك أيضا في مستوى الاجتماعي ومستوى أيضا الهجرة اللي هي موضوع هام بالنسبة لألمانيا وبالنسبة لأوروبا بصفة عامة ونحن سعداء بهذه المناسبة لكي نقولوا أن التعاون بين تونس وألمانيا ماشي بكيفية مرضية بالنسبة لجميع وكذلك أيضا إن شاء الله يتطور من الحسن إلى الأحسن وهذه كانت مناسبة لكي نتعرف كل أوجه التعاون بيننا وبالخصوص التعاون بالنسبة للمستقبل بالنسبة للمستقبل نحن لدينا رغبة في كونه التعاون بين تونس وألمانيا يتعلق أساسا بالشباب أن تونس عندنا شباب وعندنا مشاكل عندنا بالشباب وإن شاء الله المشاريع التي كنا تفقين عليها والتي ما زالت تروشيك يعني إن شاء الله توفر لشباب تونس مناسبة وإن شاء الله يتكونوا في تكويل مالي ويتكونوا أيضا في العلوم من العلوم السيفة عامة يبقى أن هذه العلاقات إن شاء الله تتطور أكثر وتعرفوا أن ألمانيا استدعاة تونس مش تحضر في السبع الكبار اللي لقعت في الماو واحضرنا وكنا بدعوه من المستشارة وكذلك أيضا إن شاء الله أيضا في الاجتماعات القادمة أيضا نكونوا دائما في الموضوع هذا باش نتبادل أراء وألمانيا تعاون فينا في الميدان هذا تماش أمور اللي كانت تتهم بهذه حكاية الهجرة أنا أقول اللي راه سعى اتفاق بين تونس وبين ألمانيا في الجزئية تعالى الاتفاق وذلك يمكن أن يقع الأعلان عليه باش يرضي تونس ويرضي ألمانيا ويحل أفاق كبيرة بالنسبة لربما هذه الحلول المماثلة مع الدول أخرى كيف ما قع بين تونس وإيطاليا في عام 2011 وتونس من الدول يعني اللي عندها مسؤولية تحب عندها مفهوم الدولة وتونس تحترم اتفاقياتها يعني إذا كان غيرنا زاد يحترم اتفاقيات الاتفاقية هذه باهية يعني ما تمس تماما بسيادة الدولة التونسية ولا سيادة الدولة أخرى وهذه أحنا زاد راضينا عليه وشارنا معناها المسألة تتمشي كما ينبخي حيث هذه الزيارة هي نقلة نوعية في العلاقات بين تونس وألمانيا وإن شاء الله تتبعها زيارات أخرى يعني تكون مفيدة لتونس ومفيدة لألمانيا وكذلك أيضا مفيدة للمنطقة اللي نحن فيها خاصة مع حدودنا مع الجنوبية مع الشقيقة ليبيا اللي هي فيها معناها أوضاع صعبة لكن إن شاء الله بالمبادرة التي عملتها تونس مع الجزائر ومع مصر إن شاء الله هذه المبادرة اللي باركوها كثير من اللي كانوا معنا واللي مش معنا الآن ولكن مش يجيوا معنا إن شاء الله هذه زادة تغير الوضع في هذه المنطقة لخير تونس ولخير المنطقة ولخير أوروبا اتحاد أوروبي أيضا اللي عندوا علاقات كبيرة معها حيث ومرحباً بالسيدة أنجيلا ميركل وإن شاء الله إقامة طيبة ونحن على كل حال ما زلنا مستعدين مش نزيد من تحاورو في كل المياذير فراو بلدس كاتسرليرين أنجيلا ميركل هيد السبوت الكلمة لسيدة أنجيلا ميركل المستشار الفيدرالي شكرا للمنطقة دعوتوني قبل وقت وكان يدوني أيضاً هدوركم إلى قمة نجموة السابعة في 2015 لكن كمستشار ألمانيا الآن لأول مرة زيارت بلدكم بلد صديق للمانيا وبعد التحولات منذ أعام 2011 تشق هذا البلد صبيله تاريخه إلى ديمقراطية بمثابرة ومحما كل التحديات أمام الشعب كونوا فخورين مما حصلتم مما أجلستم وحصلت الرباء للحوار الوطني على جهزة نوبل للسلام باستحقاق ويجدوني جداً إمكانيات أن أتحدث اليوم في البرلمان التونسي أيضاً فنحن لا نريد أن ندوم فقط بالكلمات لكن أيضاً بالأفعال بالعمل الحقيقي يرافقني وزير التنمية الاقتصادية في وفتي ونؤلن اليوم عن توفير 250 مليون يورو للدعم التنموي هذا المال لتطوير المناطق الريفية والشركات المتوسطة والصغيرة وخصوصاً للشباب لقد ذكرتم الشباب فخامة الرئيس هم يحتاجون إلى تدريب المهني وإلى فرص عمل ونحن نعرف ذلك ونحن هنا أتينا إلى هنا بمرافقة وفد اقتصادي تجاري كثير من الشركات تساهم في تونس هنا 250 شركة ألمانية وهم يوفرون فرص عمل هنا ويقومون بتدريب مهني في تونس ويساهمون بذلك في تنمية جيدة في تونس فنحن نعمل بشكل وثيق أيضاً مع تونس في مجال الاقتصادي والمجال التنموي وأيضاً فيما يخص مكافأة الإرهاب وزير الداخلية زارة تونس أقب الأتدعات المروعة هنا في تونس هناك مجالان حماية الحدود نحن نوفر أنزمة لمراقبة الحدود وسوف يتم ذلك قريباً ونحن نساعد أيضاً على إزالة العبوات النافسة الناسفة وعندنا التبادل الآن أيضاً في المجال الأمني أيضاً حول أشخاص معينين خطيرين وتحدثنا أيضاً أن بلف الهجرة بشكل كثيف ويسئدني ذلك وأنا أشاطر رأيكم فخامة الرئيس كان يتصنى لنا الاتفاق على أشياء معينة بعد مفاوضات إيجابية وهذه نتائج إيجابية جداً للجانبين في جهة أننا نحن في ألمانيا مهتمونة بإعادة التونسيين الذين يجب عليهم مغادرة ألمانيا عن طريق العودة التتوعية أو أيضاً عن طريق الإجراءات الإجبارية لكن بالنسبة لنا أيضاً من المهم أن نعطي فرص وعفاق للعائدين لأننا نعرف أن العودة أحياناً صعبة ولذلك قام أو شارك الوزير التنمية الاقتصادية في افتتاح مركز لاستشارات في شؤون الهجرة نحن نقدم إمكانيات جديدة هنا للعائدين إلى تونس ونقدم في هذا المركز أيضاً بمشورة لرغبنا في الهجرة في مغادرة البلد أن نعطيهم إمكانيات للبقاء في البلد ففي نفس الوقت سوف نحاول أن نرأي المتطلبات التونسية أن نوفر أموال أو مبالغ محددة لهؤلاء العائدين الذين يفكرون في الهجرة أن نساعدهم وسوف نوفر 14 أو 15 مليون يورو إدافياً إدافياً للتعاون التنموي وهنا هذا الوضع جيد للجانبين ومفيد جداً للجانبين ونحن يساعد تونس وذلك إذن ألمانيا وفي نفس الوقت يساعدني أن تشارك تونس في شراكة مجموعة الأشرين مع أفريقيا ولحظتم ذلك أيضاً لفخامة الرئيس نود أن نقيم نعقد مؤتمر مع أفريقيا في إطار مجموعة الأشرين نحن نود أن نساعد على التنمية الاقتصادية عن طريق التعاون الاقتصادي عن طريق الدمج بين التنمية والاقتصاد ونود أن نتحدث عن ذلك في شهر يونيو في هذا المؤتمر لمشموعة الأشرين مع أفريقيا وأخيراً نود أن أشير إلى أننا سعدات جداً يا فخامة الرئيس أنكم تقومون وتبثلون جهوداً كبيراً مع الرئيس الجزائري والمصري من أجل توصل إلى حل في ليبيا نود أن نتقومكم في هذا السبيل لكن بشكل أساسي هذه الفكرة الجيدة وتحت الرئاية الأمم المتحدة وبمساعدة جوار ليبيا هذه مبادرة جيدة جداً فكرة جيدة جداً ونحن نود أو نتمنى لكم النجاح وتوفيق نعرف أن الوضع السياسي الحالي في ليبيا سعب جداً لكن ولدكم استقبل تقريباً مليون ونص ليبي بعد الأحداث في ليبيا وأنتم مختمون جداً بالاستقرار في ليبيا لكن بالنسبة لنا بالنسبة للأوروبيين أيضاً فيما يخص الهجرة أو مساء الهجرة نحن نهتم بذلك أيضاً ويربطنا ذلك وأنا أود أن أشير مرة أخرى إلى الصداقة الكبيرة بين تونس وألمانيا شكراً جزيلاً شكراً في الماضي كان هناك مشكلة لألمانيا أن المواطنين التونسين لم يتمكن تتمكن ألمانيا من عودتهم لأن تطولت إجراءات إصدار الأوراق اللازمة من جانب تونسي هل في هذا الاتفاق الذي تحدث معنه هل يرأي ذلك أيضاً هذه المسائل وفي أي فترة زمنية ستقوم ذلك نعم هذه المشكلة ضمن هذا الاتفاق واتفقنا على أن يتمكن فترة ثلاثين يوماً للإجابة على مثل هذه الطلبات الألمانية وسوف نساعد تونس أيضاً في تشغيل نظام لإصدار هذه الأوراق حتى يكون الفترة زمنية في نهاية أقل من أسبوع أو أعضل أو أعضل من أسبوع في المنشكلة للغاية للغاية لتعطي الولاياتي للغاية لغاية التعطي الولاياتي للغاية لتعطي الولاياتي للغاية مما تباً للغاية في تحيالي ليس لك المشروع سنجد سألتك في السبب وإذا كنتظر كنتظر كما أعرف سأردك ذلك لتعطي الوصول على الهدى المستجد شكراً. ما هو موقف ألمانيا من المبادرة تونسية لحل الأزمة في ليبيا وكيف يمكن لألمانيا أن تدعم هذه المبادرة في ليبيا؟ شكراً. شكراً. ونحن نتمنى لشعب التونسي النجاح والتوفيق ونعرف أن التاريخ إلى ديمقراطية ليست سهلة لأن الهياكل الديمقراطية موجودة لكن من أجل دمان الاستدامة يحتاج ذلك إلى نجاح اقتصادي أيضاً. فالنجاح الاقتصادي لا يعطي فوراً. وفي شعب تونسي صغير يعني هناك الكثير من الشباب والشباب يحتاجون إلى فرص ويتوقعونها الكثير ولذلك نتحدث عن التدريب المهني التدريب للمهن التقنية كيف يمكن أن نعدم ذلك حتى نوفر الكوادر المؤهلة للسوق. ونتحدث أيضاً عن دعم لمكتب وساطة للعمال حتى يكون بعد الخروج من المدرسة يكون هناك فرصة التدريب مهني والوصول إلى سوق العمل بشكل مباشر. لأنه لا يساعد أن يدرس كل واحد شيئاً لكن هناك مثلاً فرص عمل مختلفة جداً من التأحيلات الدراسية. ولدينا في ألمانيا خبرات طويلة جداً وأنا أقول للأشخاص في تونس حاولوا أن تساعدوا أن تساحموا في تطوير المجتمع. لكن نحن نعرف بطبيعة الحال أيضاً أنها من الخبرات الشخصية بعد التحولات في ألمانيا بعد سقوط الجدار يحتاج هذا طريق سنوات كثيرة ليس فقط سنتين أو ثلاث سنوات. وبناء الحياكل يحتاج إلى وقت لكن هناك الأمل الكثير ونحن نبود أن ندعم هذا الأمل. شكراً للمانيا في أوروبا من أجل أن يكون هناك إجراءات محددة لليبيا. مثلاً هناك الألاقات بين ألمانيا والتركيا والاتفاق. هل ماذا تتصورون؟ يجب أن يكون دور ألمانيا والمستشار. هل كان من الصحيح أن يمنع الإدارة الألمانية الكلمة للوزير التركي؟ أنت جميعاً في أول سؤالك ونساء ونساء. في كل جداً، هل تتحدث عن عربي؟ ألم أسماء؟ ولهذا قضية ليبيا نجم نقوله إذا كان ثم أمن في ليبيا أو ثم أمن في ترس ولهذا يجبنا الحق الأمن في ليبيا نتعاون مع الليبيين باش الأمور يتمشي على أحسن المرار ونحن المبادرة التي قدناها أساسا وأن الحل يكون حل ليبي نحن نعاونه مع أخواننا في ليبيا ويعرفونا وفعلا سيدة المستشارة ذكرت في وقت الأوقات وقت الثورة الليبيا جاءوا مليون وثلاثمائة ألف وحد نحن لتونس والحمد لله يمشونوا كل واحد في الحال لكن في هذه المليون وثلاثمائة ثلاثم ثم أربعمائة وخمسين ألف عائلة ليبيا جاءت لتونس لكن الخاصية بتاع العلاقات بين تونس وليبيا أن العائلات هذوم السكنوا عند التوازن وما عملوا حتى مشكل وراجعوا في بلادهم وعلاقاتنا طيبة والحمد لله ولهذا نحن تونس كيف نقول ونأخذوا مبادرة نعرفوا ما نعمل وأننا نتعاملوا مع الليبيين اللي نعرفوهم ويعرفون ويعرفوا اللي تونس ضد الحلول العسكرية وضد كل الحلول إلا الحل السياسي ولكن الليبيين فقط لا ندخلوا معنا في الحكومة ولا لا نأخذوا بقاعهم في تسيير الأمور هذه أمور ماشية كما ينبغي بالطبع الاتحاد الأوروبي لديه دور دور في مسانة الساعة على المبادرة ولا ربما في فترة لاحقة ممكن نزيدوا نطوروا الأمور لكننا نحن نحجبوا على الليبيين تعاملهم مع الدول الأخرى فقط هذا هو الاتجاه وثانيا لا تنسى أوروبا الذي في وقت من الأوقات وقت كان القذافي التدخل متاحه الغادي لربما ما خموش فيه بعده وقت اللي دخله في الأوروب لكن الآن المسؤولين في أوروبا وعلى رأسهم مادام أونجيلا ميركل أهم دولة أوروبا عندهم مفهوم للأوضاع هذه سليمة ولهذا إن شاء الله أوروبا تعاوننا ونحن حكينا في الموحدات في أي إطار نجم نتعاونه تعاوننا لعاون الاتحادة الأوروبية لكن حتى لن نتلقصها حتى لن نحلح الأوضاع اللي هي فيها وبالطبع أهل وسهلا ونحن تونس ما تستثني حتى إنسان ليبي فيها العملية هذه هذا ما أعني ما تستثني القرايا الليبية الليبية هذه أما نحن في مستوانا يعني كل الليبيين اللي عندهم دور يحبوا يلعبوه يلعبوه ونقبلوا الناس كل واتصرنا بالناس كل ما زالنا واحد ما يلقى الوقت بشي جي أما الباقي كله أحنا متصلين بهم ونشانا تمشي أمور كما ينبغي بحيث نحب أن نهنيكم على الأمور هذه بقى السؤال هذا تركيا وكذا أنا ما ندخلش فيه نحن نحترم وعلاقاتنا مع الدول هذا يهم تركيا وألمانيا إن كان السيدة المستشارة تحب تجاوبك هذا مسألة نحن نحن نتقد أن حرية التعبير وحرية الصحافة في تركيا لم يحترم بشكل كامل في مسألة دينيس يوتشل وذلك يجب أن نكون من المبدأ أننا نحن كجمهورية المانية الاتحادية نريد أن نكون مثال جيد وأن نوفر حرية التعبير في ألمانيا فثانيا هناك الوضع القانوني عندنا في نظام فدرالي هناك مسؤولية أيضا للبلديات والولايات والالاتحاد وفيما يخص عقد اجتماع يحتاج هذلك إلى ترخيص من البلدية لأخص الأمن هذه الفعالية ولذلك للبلدية الإمكانية أن توافق على عقد اجتماع أولا ولذلك هذا قرار على المستوى البلديات لكن بشكل أساسي نحن دائما نعدعهم هورية التعبير في ألمانيا لكن من جهة أخرى يمكن أن ننطقة تركيا بطبيعة الحال أيضا فيما يخص قمع هورية التعبير سكاينيوز عربية عندي سؤال برأسي لأنه نيابة تنعل كل الصحفيين بالنسبة ترحب تستدر تم الحديث عن اتفاقية في مجال الهجرة هل من تفاصيل في هذه الاتفاقية خاصة فيما يتعلق مسألة التونسيين الموجودين بألمانيا بطريقة غير شرعية هل تم الاتفاق على التسريع في إجراءات ترحيلهم وفي أي الظروف هل لازال مطروح هذه مسألة مركز أو مخيمات للاجئين من جنسيات أخرى على الأراضي التونسية وبما أنه علاج الهجرة لابد أن يكون اقتصادي هل ستكون تونس حاضرة أو ضيفة وسؤال سيدة المستشارة الألمانية هل ستكون حاضرة تونس في اجتماع الجيفان وكذلك لو ممكن بعض التفاصيل عن مخطط مارشال في ما يتعلق بالتحالف الأفريقي واجتماع بادن بادن المزمع عقده في الصيف القادم شكرا أولا بركنا فيك في السؤال وهذا سؤال محاضرة معنا مسال شباهي أولا الاتفاقية هذه فيها خمسة وراق وصحة البارح ولربما اللي حب يعرف هذي توقع وزارة خارجية تعطيكم التفاصيل إذا كان مقلق في حكاية هل الشيء اسمه مذوم المقاياع اللي بشيقة يحصروا فيهم الناس لنعنها شرحنا قلنا هذه اتفاقية عملناها ونحن فاهمين الدولة شنية ونحن عنا مفهوم الدولة وعنا حرية القرار وعمرنا ما ندخل فيه قرار كما هذا خاصة ونحن عنا تجربة قديمة مع الثورة الليبية والبعض منهم مازالوا موجودين هنا يعني ما نجي ستة اشو ستين ولا نعم تذة وستين من مليون تثمية الف معنا الاخرين هضمنا هم شاب هرواح وليهذا احنا ماش تخلف العملية هذه تماما هذه سعنا هنيك عليها اللي كنتي ولي كالفوك هذو الكوليك على الموضي او شي بقى توا يبقى من حقهم كانكم تعرفوها ماش هي اتفاقية سرية يلزم فيها الأعلام وشافافية ونحن شنو ينجب يهننها هي الشافافية ليس خرجون نحن هرى يقل على جهرة خرج هذه تهل نوف فيها وما توصي انتيم على النواع في الحكاية ذي او 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 توديح الامر ان هناك وصل الى اتفاق بين المانيا والتونس يعني سؤال ماذا يحدث بين المانيا والتونس عندنا في المانيا 1500 تونسي وحسب الوضع القانوني بعد الاجراءات القانونية عليهم مغادرة المانيا ويجب عليهم العودة الى تونس والان اتفاقنا على خطوات كيف يمكننا اعادة حول الاشخاص بسرعة وما هي الاجراءات اللازمة لذلك والسؤال هل يأتون بالطائرة مثلا كيف نزم ذلك ان لا يأتي الكثير او لا يأتي القليل فقط وثانيا السؤال الاجراءات اذا سألنا عسل حول الهوية تونس لازم تعرف هل هذا انجل تونسي هل فعل تونسي وكم مرة كم كم ما هي الفترة الزمنية واتفاقنا على الفترة الزمنية لثلاثين يوما للاجابة وعندما يأجوز إصدار الأوراق لأن الكثير من تونسيين ليس عندهم أوراق من تونس هذا يحتاج لأقل من أسبوع فيما يخص العائدين أو العائدين التطوعيا أن يحسن هؤلاء على دعم مالي ولذلك تقام وزير التنمية الإخصادية الألمانيا يوم بافتتاح مركز للاستشارات لشؤون الهجرة نعطي هناك استشارات للأشخاص الذين يريدون الهجرة أو الذين يعودون حتى لا يقول المجتمع أنتم فاشلون لكن يجب إليهم إعداد إدماج إلى المجتمع وهناك مشاريع للإعادة التوعية ونحن نوفر أموال من التعاون التنموي وهذه هي الاتفاقات الأساسية ولا يتعلق الأمر بأن يعطي إلى تونس أشخاص غير تونسيين هذا لا يتعلق الأمر بذلك أبدا ونحن نواصل الأعمال في مجال هماية الهدود حتى لا يعطي أشخاص إلى تونس وينتقلون من السواحل التونسية بمساعدة المهربين لكن نعرف أن تونس لها هماية جيدة للسواحل والأمر يتعلق الآن بتوفير الفرص للأشخاص لعائدين التونسيين ونستثمر أيضا في الأقول الموجودة في تونس الذين لم يذهبوا إلى ألمانيا لا نحن نوفر 250 مليون يورو لتوفير الفرص للأشخاص للأقول التونسية الموجودة في تونس هذا كل شيء بالأساس الموضوع لا يهم التوانسة الكل يهم 1500 تونسي الموجودين غادي بصفة غير شرعية يعني هما من حسن أخلاقهم الذين يتفهموا معنا فيها ولك وخرجوا مسلم لا نحن 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 تونسي تونسي أو ليس تونسي لماذا هذا على خطر تونسي يقولون يحرقوا نحن 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 كما نحن تونسي لحن للمبادوزا لم يفصل مع الطالب هذوك يمشي كيف يخرج من هنا يقطع الأوراق متاح للمبادوزا لا تونسي لا جريجي لا جابوني المانيا يخرجون حيات مناسبة بقدر المكان أين بفواس يحو نحن نحن يليس ، نحن و نحن 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 وإحبارنا أيضاً يحب المتحدى وهو محرك في نهاية حتى يناسبهار في نهايةهم وعشة سعيش ابن المشاركة ونحن تتهي داخليين تونيسيين والإيمانيين إنها تتباع تنمي وقت cigarrين إذا كان هناك أي معلومات حصل إليها الجانب التونسي أو المعاني أن نتبادل هذه المعلومات يعني من الهدف هو أن نحول الحركة غير الشرعية للهجرة أن نبدلها به هركة مشروعة قانونية للهجرة بين دولتين صديقتين شكرا للمشاهدة